مرحبا، في جسمك عضو مبهر وجبار، يجب عليك أن تحافظ عليه، إنه أكبر غدة في الجسم، إنه الكبد الذي يمكن أن يصاب به الالتهاب أو التليف ونحن هنا اليوم لنقدم لك معلومات من ذهب حول أفضل الأغذية والطرق للمحافظة على الكبد هيا بنا إذن لنستمع لخلاصة واحد من أهم فصول كتاب التغذية الصحية والجسم السليم بعنوان سلامة الكبد بصوت الزميل أحمد شكرا لصديقة ناريم قل الحمد لله على نعمة الكبد وهيا بنا نتعرف على كيفية المحافظة عليه سليما بعيدا عن أي أمراض هل تعلم ما الذي يقوم به الكبد دون أن تشعر؟ أولا هضم الدهون في جسمك امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون امتصاص الكالسيوم وتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين A كما أنه باختصار يعمل على إزالة السموم وتنظيم عمل الغدة الدرقية وكعامل يحمل الجلوكوز مع الأنسولين لتنظيم معدلات السكر في الدم عموما خلال السنوات الأخيرة تزايدت حدة أمراض الكبد في جميع الأعمار ولكن من الممكن الوقاية من الإصابات بهذه الأمراض عن طريق النظام الغذائي والصحة وأكثر الأمراض شيوعا هي التهاب الكبد والتليف الكبدي سنتناول الآن مرض التهاب الكبد وكيفية المساعدة على الشفاء منه عن طريق الغذاء وعادة ما يكون الالتهاب الكبدي نتيجة للإصابة بفيروس وهناك أنواع مختلفة من الالتهاب الكبدي وهذه هي التغذية المناسبة في حالة الإصابة بالمرض ويمكن أن تكون واقية من الإصابة به أولا الأعشاب ماذا تشرب العرق سوس مفيد خاصة في حالة الالتهاب المزمن النشط مع مراعاة تجنبه في حالة الإصابة بارتفاع ضغط الدم الزعتر بعد طحنه ويعجن منه قدر ملعقة كبيرة في نصف كوب عسل ويؤكل على الريق يوميا البقدونس يغلى في لتر ماء ويشرب منه فنجان يوميا البابونج مع الينسون والنعناع في لتر ماء ويؤخذ منه فنجان يوميا مغلي ورق الخرشوف تأخذ أربع ورقات وتوضع في لتر ماء ويترك وهو يغلي حتى يفقد ثلث كمية الماء ثم يصفى وتضاف إليه التحلية المناسبة ويشرب منه فنجان قهوة في الصباح وآخر في المساء قبل الطعام بساعة مع ملاحظة أن هذا الخليط لا يأخذه المرضى المصابون بالروماتيزم والنقرص والتهابات المثانة وأي أمراض لها علاقة بالكلا شواشي الذرة تحتوي على مواد مفيدة في علاج التهاب الكبد وتزيد من إفراز الصفراء كيف يمكن استخدامها؟ يضاف 52 جراما إلى لتر ماء ويغلى لمدة خمس دقائق ثم يترك ليتخمر لمدة ساعة وبعدها يصفى ويشرب منه حتى أربعة أكواب يوميا ماذا تأكل؟ أولا تناول ملعقة كبيرة من الحبة السوداء مع قليل من الماء الساخن أو ملعقة زيت حبة البركة تناول ملعقتين كبيرتين من عسل النحل صباحا ومساء مضافا إليه نصف ليمونة وملعقة زيت زيتون تناول من فص إلى ثلاثة فصوص من الثوم على الريق تناول جميع أنواع الخضروات والفواكه غير المطهية مع عد البصل والكرونوب والقرنبيط أضف الخرشوف إلى الغذاء فهو يحمي الكبد تناول المشروبات الخضراء وعصير البنجر والجزر تناول الماء بكثرة وأفضل إجراء وقائي هو غلي الماء قبل شربه ويكون ذلك في وعاء زجاجي انتبه إلى هذه المحظورات لا تتناول الكحول تجنب جميع أنواع الدهون والسكر والأطعمة المصنعة لا تتناول أي أدوية لم يقم الطبيب بوصفها لك قد يؤدي تناول كمية كبيرة من فيتامين A لفترات طويلة إلى ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد لذلك فإن الغذاء الذي يحتوي على فيتامين A أو البيتا كاروتين يعد أفضل كثيرا من تناول المكملات بالإضافة إلى ما تم معرفته عن طريق التغذية السليمة في حالة الإصابة بالتهاب في الكبد فإليك هذه الوصفات المهمة التي تساعد في سرعة الشفاء أولا العنب لعلاج الصفراء وينصح بأكل كمية من العنب تقدر ب2 كيلو جرام كل يوم موزعة على اليوم بأكمله على أن يكون الإفطار عبارة عن وجبة عنب منفصلة دون أي طعام آخر ينصح مرض الكبد بالإكثار من السكريات الطبيعية مثل التمر والزبيب وعسل النحل إن عسل النحل يحتوي على مادة مضادة للفيروسات أقوى من كل المضادات التي يعرفها العالم شكرا للزميل أحمد نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد نالت إعجابكم والنصيحة دوما الوقاية خير من العلاج شاركونا بأرائكم في التعليقات حول هذا الموضوع كما ندعوكم للانضمام إلى شبكتنا الواعدة معرفة وأكثر والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات وزيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت معرفة وأكثر منصة عربية واعدة الأكثر فهما لحاجتكم إلى اللقاء بإمكانك متابعة هذه المعلومات بشكل مكتوب والاطلاع على الوصفات الواردة من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت رابط الموضوع في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر